فالجلس الصالح كحامل المسك هذا إما أن تنتفع بأن يهديك من المسك الذي عنده وإما أن تشتري منه شيئا من المسك الرائحة الطيبة يعني وإما أن أقل شيء تشم رائحة طيبة فترتاح نفسك بإهدائك بشرائك بشم هذه الرائحة الطيبة فالجلس الصالح لا يتك منه إلا الخير هذا هو قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن الشيء التي يحذيك إياها غير طبعا المسك هذا العلم النافع أن ينصحك في دينك أن ينصحك في دنياك أن يرشدك إلى شيء ينفعك هذا الجلس الصالح لا يتك منه إلا الخير إن نسيت ذكرك إن ذكرت أعانك فهو دائما لا يأتيك منه إلا الخير يبصرك بعيوبك لكن على سبيل النص لا على سبيل الفضح ينصحك وينصح لك يحب لك الخير فهذا هو الجيصة يدعوك إلى مكان من الأخلاق وإذا عملت مكان الأخلاق أثناء عليك بذلك حتى تستمر عليها فقوله وفعله وحاله كله يجرك إلى الخير ويدعوك إليه بعكسه تماما الجليس السيء يدعوك إلى الشر يمنعك من الخير يفضحك يؤذيك يشك فيك الناس بمصاحبتك له ما يأتيك منه إلا الشر نافخ كير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة فماذا تستفيد من هذا فالعاقل إذن يتخذ القرار هل يبحث عن الجليس الصالح أو يبحث عن الجليس السيء هذا طريق إلى الجنة وذاك طريق إلى النار أعاذنا الله وإياكم من النار فالجليس الصالح إن غبت ذكرك بخير وإن اغتابوك رد عن عرضك ودافع عنك الجليس هو الذي يغتابك هو الذي ينم إليك وينم عليك كما قيل من نم إليك نم عليك الجليس السيء إذا وقعت في مصيبة هرب وتركك بينما الجليس الصالح يفديك بنفسه وماله وأهله وهذا الفرق بين الجليس الصالح والجليس السيء